لازم يا جماعة نعرف ان الاستعجال اه صحيح ممكن واحد يحتاجي ويقولي انتو ليز علامين من الاستعجال عمل لكم ايه الاستعجال عايزين تتخلصوا منه طب واقول لكم حاجة وهو بقى بيكلمنا عشان يبرر لنفسه الاستعجال لان الاستعجال في بعض الاحيين بيبقى مبرر والناس تلاقيها دخلة في 60 حاجة ومستعجلة ان هي تحصل على الخبرة وتحصل على النتائج بسرعة 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 يقولي ايه انت زعلان لكده ديه ما لازم نعرف ان الانسان في طبيعة العجل ربنا سبحانه وتعالى قال خلق الانسان من عجل والله سبحانه وتعالى بيقول وكان الانسان عجول ايه بقى انتو زعلاني من ايه يعني انتو زعلاني من ايه اقول له لا بس لازم تعرف ان كما قال الله سبحانه وتعالى ونفسه وما سواه فالهمها فجورها وتقوها قد افلح من زكاه وقد خاب من دستاه يعني انت لازم تعرف ان اه ده متركب فيك زي ما ربنا يركب فيك الشهوة بس برضو الإنسان قادر على إنه يتجاوز وفيه معنى تاني غير معنى العجلة يعني زي ما ربنا بيخلقنا وبيركب فينا الشهوة برضو سبحانه وتعالى بيركب فينا حاجات تانية بيركب فينا الحكمة وبيركب فينا الأناة فالإنسان برضو في طبعه حاجات تانية غير العجلة فلازم نفهم ده بشكل واضح ولذلك كل واحد فينا لازم يحاول لازم يحاول يستعمل الأشياء دي فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وإن كانت مركبة فينا فلا يستعمل العجلة فيما يرضي بالله سبحانه وتعالى وإحنا بنحب إنه أي حاجة طبعينا كده بنحب إنه أي حاجة متعلقة بالعجلة نشوفها بشكل تاني ليه؟ كتير من أنا بيحس إن العجلة دي تجري في دمه إنه التسرع ده بيجري في دمه نعم كلا بل تحبون العجلة وتذارون الآخرة مش لازم الآخرة بس العجلة ممكن تكون بمعنى الدنيا والآخرة تكون بمعنى الحياة الآخرة لكن كمان ممكن تكون كمان العجلة اللي احنا بنعيش فيه وننسى المستقبل ولذلك إيه اللي حاصل؟ الناس اللي بيعيشوا في العجلة ده بيكونوا مستهلكين وعشان كده الحياة بهذا الشكل بتستهلك الإنسان فلذلك لازم هو يواظب على العمل الصالح ويواظب على إنه يغير نفسه بشكل صحيح فاستعجل الشيء قبل أواني بيعاقب الإنسان بحرماني ولذلك من استعجل الشيء قبل أواني أوقب بحرماني فيئي اللي يحصل؟ فيحرم هذا الشيء فلذلك انت لازم تعرف ولذلك لما حضت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول التأني من الله والعجلة من الشيطان اوعد حط التأني هنا بمعنى الكسر وهو تحط العجلة هنا بمعنى المبادرة كلام خطأا شديدا التأني هنا بمعنى الاتزان بمعنى أن تضع كل شيء له حقه ومستحقه فكأن حضت النبي بيحذرنا من خطوطة العجلة وعشان كده لازم يمعارفين إن العجلة ممكن تمنعك عن أبواب كثيرة من الخير وانت لازم تعرف كده وعشان كده حضت النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجابوا لأحدكم ما لم يعجل يقولوا قالوا وكيف يعجل يا رسول الله يقولوا دعوتوا فلم يستجب لي وهو ده اللي خلانا عملنا الحلقة دي الفترة اللي فاتت شوفنا ناس بتتعجل هي مش بتتعامل مع ربنا هي بتقولوا أنا دعيت وما أنت ما استجبت ليش ايه ده ده نفس الكلام اللي قاله حضرت النبي دعوتوا ولم يستجب لي قالوا الكلام ده في أوقات كتيرة جدا قالوا الكلام دي في حاجة أجلبت علينا حاجة من الأنسانية عظيمة جدا لكن حصل كده وفي الغالب الشخص المتعجل ده بيفوتوا شوية حاجات بيفوتوا إنه هو يكون مطقن وإيه تاني ممكن نشوفه فيه العجلة القرارات أنا عايز أقول لكم حاجة من إيه بها من باطن الغرفة الملتهبة اللي هي غرفة الاستشارات الزوجية في مركز الإرشاد الزوجي في دار الإفتاق المصرية من أهم أسباب ارتفاع نسب الطلاق هو الاستعجال والعجلة فالطلاق بقى سريع عند الناس جدا لأن الناس ما بتتعاملش مع الطلاق بشيء من الحكمة والتريس لا بتتعامل مع العجلة ويا سلام بقى وانت قاعد كده وتشوف الاستعجال وفي طرف طرفة عين الاستعجال في الحكمة على الناس ويا ما استعجلنا في أحكام الناس ومشينا مع الناس دي وقت طويل جدا جدا وبعدين ندمنا على الحكم اللي احنا حكمناه عليه ونتطر بعد الاستعجال ما استعجلنا الحكم عليه نفضل نقول لا دوما هيظهروا على حقيقتهم بعد كده فالاستعجال بقى بيأثر في حياتنا بشكل كبير